اشتركوا في القناة المجهر. الأولى راح أبيك يا فرحة ازايك؟ ازايك يا مارينا شكل النهار ده الحلقة هتبقى يعني احنا فيه ألفاز كتير مش هنقدر نقراها مش هنقدر نقول بيت فيها لا مش هنقدر نقراها لكن احنا هنحط المراجع عشان اي حد عايز يدور ويبحث لأن طبعا المسلمين يعني بيتفقروا عندهم خمس صلوات ويعني والوضوء ومش عارفة ايه لكن هنحط الصلاة تحت المجهر ونشوف ايه هي عورة الصلاة في الإسلام وانت بتصلي ايه هي يعني أحكامها في درر الحكام شرح غرر الأحكام بيقول ان لو واحد يعني أريان وان لو وجد طينا يلطخ بيه عورته ويبقى حتى يصلي يفعل لو واحد كده مش لقي أي حاجة غير انه هو غير انه هو بس يخبي عورته بالطين يعمل كده ويصلي فظاهره عدم اللزوم بخلاف ما يقيده صاحب ايه البحر طينا بتاني ولو وجد ما يصطر به العورة وجب استعماله ويصطر الكبل والدبر فإن لم يجد ما يصطر به إلا أحد هما يعني ما فيش يعني ما فيش أي سبيل انه لازم هيصطر حاجة واحدة بس قالك يصطر ايه الدبر لأنه قفحش في حالة الرقوع والثبوت والناس تاني قالت لك لأ القبل لأنه يستقبل به القبلة ولا يستروا بغيره والدبر بالربيل يعني الدبر مقفلين بالياتين بس في نسألت كده ونسألت كده أهم حاجة المنطقة دي طيب فيه سؤال يعني لم نقرأ الكلام ده يعني هل زمان مثلا ما كانش عندهم هدوم لدرجة مين اللي هيقف يصلي عريان يعني في الشارع ويجيب طين ويعمل في الوقت عملوها أيام النبي جابو طين وقال لا بس هم يعني بصي هم بيقولوا أي حاجة المهم يتصلي مش لابس يدوم صلي بس ايه بس أيام الرسول كانوا بيصلوا هنشوف دلوقتي هنشوف في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا حدثنا مسدد عن 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 قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد ايه قال كان رجال يصلون مع النبي يبقى مع النبي يهو في رجال يصلوا عاقدي أذرهم على أعنقهم لإذار اللي هو بيتلاف حولين الوسط ده أموا طلعون يمشلحين شلحين وأموا ربطين ايه الأذر على عناقهم لأن كهيئة السبيان اه كهيئة السبيان ودي بتحصل عندنا في الريف تلاقي الأم شالت الجلبية بتاعة الواد وربطتها وتبقى المؤخذة يعني كل مقعدتهم باينة ويقال للنساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يستوي الرجال يجلوسا يبقى كان في رجالة مع النبي لابسين أذر كانوا بيرفعوا الأذر دي أربطوها فكان النبي يبعت ويقول إيه ما حدش يرفع رأسه للستات يعني اللي هما وراء لغاية لما الرجال يعودوا إذن يبقى باين كل حاجة فكأن النبي هنا في الشرح بقى بيقول إيه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك ويغلب على الظن إنه بلال بعد بلال يقول لهم كده وإنما نهى النساء عن ذلك لألا يلمحنا عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهودهم يبقى هو إيه الموضوع إنهم يصلوا حتى لو كانت إيه المقعدة باينة بس المهمة الست ما ترفع رأسها بعد ما الرجالة تعد علشان ما تشوفش ما قال لهمش غطوا ما قال لهمش غطوا دي حاجة الحاجة التانية في الشرح بقى حاجة خطيرة جدا يا مارينا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الشرح بيقول إيه ويأخذ منه من الموضوع ده كله إنه لا يجب التسطر من أسفل تسطر مش يلبس جلبية وهو مش لابس حاجة تحت لا لا يجب شوفي كلمة لا يجب التسطر من أسفل يعني يجوز للرجل أو المرأة إنها تروح المسجد أو تصلي أو تصلي والمقعدتها بينها هو مقعدتها بينها لا هو مقعدته وهي ما تبصش هنشوف المرأة لا ما قالش المرأة هو قال للرجال ها يصلي مقعدتها بينها هي ما تبصش آه طيب بعد كده هنشوف أن المرأة تعرف ولا لا أوكي طيب تفضلي نفس الكلام بنشوفه في مصند أحمد باقي مصند المكسرين بيقول كده وطبعا هنحط كل المرجع بيقول قال رسول الله خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وشر صفوف النساء المقدم وخيرها المؤخر يعني العكس ثم قال يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضدنا أبصار كنا ولا ترين عبرات الرجال من ضيق الأذر نفس الكلام يعني حاجة مشهورة ده مش الحديث بس في البخاري كمان في مصند أحمد بيقول لها ما ترفعيش راسك الغاية ما هو يقعد لأن عورته بتبقى بينها وانت متبصش عليها وهو بيصلي مش مهم الست متبصش ماشي أنا موافقة بس هو اللي هي صلي وهو لا وانا عايزة أنا عايزة الناس يعني الناس ممكن احنا بنحكي كده بس انا عايزة الناس تتخيل المنظر الناس ركعة وانت داخل على باب المسجد والرجالة كلها يعني يعني منظر صح هل ده منظر بيت الله أصلا ممكن يكون منظر بيت ربنا كده ومين كان الإمام النبي عشان كده يقول لك ايه يا فرحة محدش يرفع رأسه قبل الإمام عشان رأسه متتحولش حمار فهنية مش كده مهم الراسه مش تتحول حمار هو عشان محدش يبص على الإمام مع عورة الإمام ممكن الإمام وغير المصليين برضو عوراتهم ممكن تكون بايد عادي ما هو زارة في الحديث اللي أنا قلته من شوية وهو ما بيقولوا لهم ما ترفعوش رأسكم قبل الإمام ايو ايو ليه ممكن يكون الإمام هو نفسه وعورته بايد اه اه عشان محدش يبص عليه اه عشان رأسك هتتحولش لا 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 هي ما تتحولش خالص جربوها حتى فقالك طبعا أنا همنحهم ازاي يبصوا على عورة الإمام اه خلاص هنقول له براسك تبقى حمار ايه المشكلة في ايه يا مارينة ليه الواحد يصلي وعورته بايد وفي بيت ربنا وفي بيت ربنا يعني عشان ايه يعني المفروض ده بيت ربنا إلا إذا كان في حاجات تانية بقى ليها أسباب أخرى تعالي نشوف هل لو المسلم حاب يصلي بثوب شفاف الصلاة في اللباس الشفاف وده في الفقه في حشية الدسوق على الشرح الكبير بيقول كده والحاصل إن سطر العورة في الصلاة بالثوب الشفاف فيه تلات طرق اختلفوا حتى في دي فقيلة إنه كالعدم ويعيد يعني اللي لابس ثوب زي السطرة كده مايبين كل حاجة فيه طريق بيقول إيه لا 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 يعيد الصلاة يعيد الصلاة كانت سواء كانت العورة تظهر منه للمتأمل لبص كده أو لغيره تحت المجاري حط العورة كده تحت المجاري الصلاة دي الصلاة دي تصح ليه لأنه هيقعد يبص كده هي مش باينة الأول وهلة فالصلاة الراجل اللي لابس شفاف ده تصح والصلاة الغير المتأمل الواضحة كده وضوح الشمس يعني قالك لا لا تصح فدي برضو سؤال ليه راجل يروح بصطرة لمس لمس أميس نوم أميس نوم شفتاش يعني برضو الواحد بيفكر الناس دولا بيفكروا فقال لك دي تمشي الصلاة والشفاف باين العضو مش باين العضو المتأمل ولمش ده ببص بكة طيب يقول لنا حاجة فيدي البشرية شوية يعني فضل في سؤال راح بيقول ما حكم طبعا إحنا هنحط المرجع على الشاشة لأن الإجابة صعبة أنا مش تقدر أقرأ الإجابة لكن هقرألكم السؤال ما حكم صلاة من كان جزء من عوراته ظاهرا وهو يعلم ولكن قال إن مقدار الظاهر يسير أي إنه يعلم بذلك يعني هو فاهم هل صلاته باطلة كأن يكون هناك ثقب فيه بالطال البنطالون بتاعه سرواله وهذا الثقب يسير وهو يعلم يعني ماشي فيه ثقب في البنطالون وعارف البنطالون مقطوعة سواء كان هذا الثقب تظهر منه من خلاله العورة المغلزة أو غير المغلزة وما ضابط اليسير في انكشاف العورة مع العلم إنكم تقلونه العرفة ولكن ماذا تقصلونه بالعرض الشرح بقى يا جماعة أنا مش هقدر أقره لأن الشرح يعني خزي وعار فأنا هسيب لكم المرجع يعني على الشاشة وإنتوا روحوا إقروا يعني كلام الشيوخ في هذا الموضوع المغزي للغاية ممكن تقول لهم المرجع تاني يا مارينا المرجع أنا هحطه هي فيه فتوى إسلام ويب وأنا هحط الفتوى قدامهم والزي يسألوا سؤال زيه ده يعني أنا مستغربة يعني طيب خلينا إيه في نفس الفتوى بيقول إيه هل يعتبر انكشاف العورة في السجود مطلا للصلاة أم لا للسؤال ها لأن هذا الانكشاف يسير حيث تزغنانة كده مش كبيرة سواء كان يعلم من الانكشاف أم لا يعلم وللأسف إن الكثير من السراويل أو البناطيل للشباب اليوم عند السجود يظهر منه جزء من عورتهم من خلف الظهر فمع حكم صلاتهم تحصل واحد بنطلونه مقطوع راح صل بس بنطلونه مقطوع ظهر إيه العورة الحنابلة قال لو انكشف اليسير من العورة مش مشكلة لا يضر حتة صغيرة وإن طال الزمن أي طال إيه وذلك لقصة عمر بن سلمة ولأنه مما يشق التحرز منه فسمح فيه يعني في قصة حصلت آه في قصة حصلت وانكشاف الشيء الكثير زمنا يسيرا كانكشاف الشيء اليسير من العورة يعني حتة كبيرة أو حتة صغيرة واخد بالك كأنه بيقول إيه ينكشك جزء كبير من العورة أو جزء صغير ما فيش أي مشكلة واللسان حاله يعني ماشي حالك ماشي حالك بس اختلفوا في إنه يبطل الصلاة أو لا في حالة إنه تعمد أن يكشف إزاي قال كنا وأما تعمد كشف شيء من العورة أو لو يسيرا فإنها تبطل الصلاة يبقى إيه المشكلة إيه إنت متعمد داخلوا وواحد تخيالي وواحد متعمد إنه يكشف حتة من عورته عايب يعني كلام عايب آه فبيقول دي تبطل الصلاة بس هي لو كده يعني تبقى حتة كبيرة حتة صغيرة عدي ماشي حالك هل يا فرحة إحنا ممكن نقف قدام ربنا إن شاء الله وإحنا كده يعني مستهينين بلبسنا ونقف كده وخصوصا يعني في منطقة دي والراجل يبقى واقف كده حتة من هنا بينه حتة من أيدي يعني كلام مستحيل أصلا بص يا مارينا اللي في الحج بيحصل عمرك شفت يعني اللي بيقولوا عليه بيهت الله وضيوف الرحمن الرجلة بيروحوا إزاي ومغير من لبس داخلي خالص شوف دي دي مصيبة ويامة ناس بتقع منها الفوت يامة آه الإزهار دهوات بيقع وهو زي اللي كان على أيام النبي وبيرفعوا الإزهار وعادي خالص والنبي بقى ما شافش إن في حتى حرج على الرجلة دي أو حرج في الصلاة نفسها دي نقطة من النقط يعني السؤال التاني في الكتاب المقدس يا مرينا قال إيه على دخول ربنا قال كده على بني هارون نعم لما كانوا يدخلوا قال لموسى يصنع لهم سرويل يعني بش فيه معروفة من أيام موسى مش كلام معروفة يصنع أوع يقوع حد يدخل مش لابس سروال والسروال تفصيله إيه من الصرة للرقبة يعني إياك مش كلام بقى نقول طب حتى من هنا وحتى من هنا لأ لأ الله تظهر عورتك شوف يوف كلام واضح وصريح إزاي يعني قدام ربنا إنت ورايح تطلع وأحسن حد ممكن تعمل سروال وكل حاجة باينة قدام الناس كلها بالزبط فشوفي الكتاب المقدس وضوح أوع العورة إياك والعورة لأن ده استهنى بالمكان اللي أنت داخل فيه تصلي بالزبط أنا إزاي رجال يعني يصلون خلف النبي وعقدي أزرهم يعني الرسول ما قال لهمش يتغطوا أنا بشوفي أن الرسول جاي قال كلام ضد الكتاب المقدس على طول السكة طب سواني يا فرحة قبل ما يقول كده فيه مسلم يقول لك ما كانش معهم فلوس ده كان بيدي من المؤلفة كلهمهم بالخمسين ناقة والمئة ناقة مئة ناقة يعني إيه ما عندهمش فلوس يعني يقول لك وعندهم صب واحد وصغير لا 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 ده كذب يعني محدش يضحك عليك يا مسلمين هم كانوا بياخدوا قد إيه في الغنين الرسول نفسه كان بياخد قد إيه وبيوزع على الفقراء والمساكين وفقراء والمساكين اللي ما طالعوش للحرب ها من الرجال بيدلهم وده مش استهتار يا فرحة يقفوا يروحوا عقبين الأدر ويبني حار مثلا يعني ده مش استهتار ببيت ربنا أن أنا أسجد وتبقى يعني العورة بينا وفي ستات معنا في المسجد ويقول لهم لا ما ترفعوش راسك قبل ما الرجالة ترفع راسها يعني ده استهتار ومستحيل ده يكون نبي من عند ربنا ومستحيل ده يكون دي من عند ربنا يعني مسلمين دلوقتي يا فرحة أكثر احتراماً جداً وأدباً جداً وكل حاجة عن أيام الرسول والصحابة يعني لو مسلم جهد دلوقتي وقال أنتو بتشوفونا بنعمل كده؟ لا لا أنتو ناس محترمة بس أنتو مقرتوش الكتب أنت لو أيام الرسول كنت إزاي هتدخل المسجد وتشوف منظر الناس وهي ركعة وكل مؤخراتها أنا أصفى يعني بينا هل ده منظر؟ أولاني الصفة التاني الصفة طب هم الرجالة بيبص على بعض عورة أخيك لا تنظر ده الكتاب المقدس اللي قال كده فيش ما نبصش العورة تاني هم داخل المكان تسجد وفيه يعني أنت لو دخل على الركعة التانية وهتشوف كل المنظر ده قدامك يعني إيه المنظر ده؟ صعب صعب وده أيام إيه؟ أيام الرسول طب البسوا؟ لا ما قالهمش البسوا قال للستات إيه؟ أنتو تحطوا دمخهم ترفعوش راسكو قبل هو دايماً يجي على الستات قبل ما الرجال يستور جلوسا طب حل المشكلة لأنه هو عايز رجالة هو الموضوع أنه عايز الرجالة يعمله شوفي في الحلقات اللي قبل كده هو التركيز على أنا عايز الراجل حرفة يا فرحة أنا بشوف أن أيام الإسلام في الأول كان كله فساد وكله يعني زنا وعري وكده في الصلاة ويبصوا على الست وهي بتسجد يعني نزلت فيهم آية المسلمين اللي حالين قد علمنا المتقدمين منكم والمتأخرين لما راحوا البلاد التانية راحوا مصر وسوريا والمغرب تعلموا الأدب يعني إيه أسرة ويعني إيه صلاة ويعني إيه كده لما اختلطوا بالمسيحيين أو أهل الكتاب تعلموا منهم دلوقتي مستحيل تلاقي مسجد فيه كده أصلا عموما أنا بشكرك مارينا وإحنا بننهي الحلقة يا مسلمين وبنحط الأسئلة دي كلها عورة الصلاة تحت المجهر وشوف المراجع اللي اتكلمت في الموضوع ده وفيه مراجع كتير جدا احنا خدنا من المخاري وخدنا من الفقه عشان تعرف أن أيام الرسول كانوا بيصالوا عراع عادي جدا وكان بس بيؤمر الستات أن هي مترفعش رأسها قبل الرجالة عشان ما تشوفهوش العورات في المسجد وتابعونا ونلتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا لكم